أمين شكرا دكتور بولوس رح يكون لنا حلقة تانية في هذا الموضوع وأنا بشجعك أنك تتواصل معنا في اتباع هذا الموضوع يعني أونلاين فيك تشوفه على النت كمان وعلى كل وسائل الميديا والسوشال ميديا اللي بنعرضها حتى تتعلم هذا الموضوع الهام جدا لكن عاوز أقول شيء للكل متألم أنه إبليس يعني يجول كأسد زائر عم بيزقر لكن بالصليب المسيح هشم أدراسه والمسيح مثل ما تكلم مع بوتروس أنه طلب أن يغربل بيعمل عن طريق الغربلة وبيعمل عن طريق التخويف لكن المعركة حسمت المسيح انتصر فيك ولأجلك فحط ثقتك في يسوع المسيح بحب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر